السلام عليكم عزيزي المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد بنهن الفرق الصعيدة إلى الدوري المصري لكرة القدم في المجموعة الأولى فريق البنك الأهلي ونحي مجلس إدارة نادي البنك الأهلي واللعبين والجهاز الفني والإدارة والطبي وجمهور فريق البنك الأهلي بمناسبة صعوده إلى دوري الشهرة دوري الممتاز ألف كان بيقود فريق البنك الأهلي الكابتن عيد مرزيق وأيضا بنهني نادي سيراميكا كلوباترا بمناسبة صعود وأيضا إلى الدوري المصري لكرة القدم عن المجموعة الثانية مجموعة القاهرة بقيادة الكابتن هيسم حسين وأيضا بنهني فريق غزل المحلة يعني برازيل القرى المصرية غزل المحلة بقيادة الكابتن خالد عيد هؤلاء السلاس فرق هم الذين صعدوا إلى دوري المصري لكرة القدم نادي البنك الآن على المجموعة الأولى مجموعة الصعيد ونادي سيراميكا كلوباترا عن مجموعة القاهرة والقناة ونادي غزل المحلة عن مجموعة بحري واسكندرية وأيضا بنهني الفرق الصعيدة من دوري القسم الثالث إلى دوري الممتاز بي أو القسم الثاني وإن شاء الله من خلال الحلقة هنعرف الفرق الصعيدة لدوري القسم الثاني لكرة القدم أولى فقراتنا في هذا البرنامج فقرة الأخبار أولى الأخبار معنا النهاردة سلبية عينة مسحة فرجاني ساسي من فيروس كورونا جاءت نتيجة العينة التي أجراها فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في المغرب سلبية حيث ينتظر عودة اللاعب إلى القاهرة غدا الأربعاء مع أحد بعستين الوداد أو الرجاء خلال رحلة طيران مباشرة من الدار البيضاء إلى القاهرة ووصلت أمس بعثة نادي الزمالك إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراتها أمام الرجاء المغربي مساء يوم الأحد الماضي التي أقيمت بالساد محمد الخامس بالدار البيضاء على أن يتم التحضير لمبارات العودة في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة الخبر الثاني معنا النهاردة البنك الأهلي يعين رسميا تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق الأول بعد الصعود إلى الدوري المصري لقرة القدم ووقع محمد يوسف على عقود تدريب فريق البنك الأهلي لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل ومن المقرر أن يعاونه عادل مصطفى مدرب عام وطارق سليمان مدرب لحراس المرمى ولعب محمد يوسف في الأهلي عشر مواسم حقق خلالها ست بطولات دوري واربع بطولات كأس وبطولة إفريقية للأندية أبطال الكؤوس وعدد أربع بطولات عربية ولعب مئتين وعشر مباراة سجل من خلالها خمس أهداف ثالث أخبارنا اتحاد القرى يفتح باب القيد للأندية ومنذ تسع أيام لم يتقدم أحد رغم مرور تسعة أيام من فتح باب القيد الصيفي أمام الأندية وتحديدا يوم 10 أكتوبر الجاري إلى أنه لم يتقدم أي نادي لقيد أو لتسجيل لاعبيه الجدد استعدادا للموسم الجديد وقال مصدر بالتحاد القرى وفقا لتعليمات الفيفا وحفاظا على حقوق الأندية إلا أنه لم يتقدم أي نادي حتى الآن لقيد أي لاعب وأوضح المصدر أنه ربما يكون السبب في ذلك هو قرار اللجنة القماسية بعدم السماح للأندية بالقيد الصيفي إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة بالقيد الصيفي إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة من اتحاد القرى أو اللاعبين أو المدربين أو أصحاب الشكاوي الخبر التالي جمعية المحترفين تكرم خالد عيد بعد صعود غزل المحلة للممتاز استقبلت جمعية اللاعبين برئاسة مجدى عبدالغني المدير الفني لنادي غزل المحلة خالد عيد بعد صعوده للدور الممتاز هذا الموسم بعد غياب عن دور الأضواء أربع مواسم وعرض عبدالغني على خالد عيد الانضمام ليكون عضوا بالجمعية وهو ما رحب به المدير الفني للمحلة وطلب ملء للصمارة وانضمام اللاعبين للجمعية لما تقدمه من خدمات منها علاج اللاعبين والوقوف بجانبهم في الأزمات وحضور المدربين لدورات تدريبية سواء داخل مصر أو خارجها الخبر التالي رسميا اتحاد القرى يعلن انتهاء الدوري 31 أكتوبر قرر الاتحاد المصري لقرط القدم إقامة الجولة الأخيرة لمصابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 أيام 29 و31 أكتوبر الحالي وتشهد الجولة الأخيرة للدوري لقاءات بيريميز مع المقولين العرب طلائع الجيش مع الآلي سموحة مع F-C مصر الإنتاج الحربي مع مصري للمقصة أسوان مع الاتحاد السكندري الزمالك مع الإسماعيلي والجونة مع حرص الحدود والمصري مع وادي ديجلة ومن ناحية أخرى قرر الاتحاد المصري لقرط القدم رسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمصابقة الدوري المصري للاشتراك في بطولة الأندية المقبلة الخبر التالي أسوان يحسم ملف المدير الفني في اجتماع كشري يعقد مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان اجتماعاً مع أحمد كشري المدير الفني للفريق لحسم ملف المدير الفني بشكل نهائي وتحديد موقفه من الرحيل أو البقاء مع نادي أسوان وذلك بعد ما تلقى كشري عدة عروض للرحيل عن أسوان بعد العروض القوية التي قدمها مع ظهرة الجنوب في النصف الثاني من الموسم الجاري الخبر التالي وفاة أحد مشجع الأهلي أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي توفى الحج محمد السيد عبدالهادي أحد مشجع النادي الأهلي أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي توفى أثر أزمة قلبية من الفرح عندما تصد الشناوي لضربة الجزاء توفي في الحال من الفرحة يذكر أن المذكور يقيم بطلعة مركز بناعبيد بمحافظة الدقاهلية ويعمى الجزار ربنا يرحمه برحمته الواسعة ونعزي أسرة المرحوم عشقا في كرة القدم فعلا إنقورة مش مجرد لعبة ولكن حب وعشاق للنادي إنا لله وإنا إليه راجعون الصاعدين إلى القسم الثالث من مجموعات الصعيد المجموعة الأولى بقيادة الكابتن عاد اللحمة كيمة أسوان يصعد إلى دور القسم الثاني المجموعة الثانية نادي قنة بقيادة الكابتن محمود إبراهيم والمجموعة الثالثة أسمنت أسيود بقيادة الكابتن هيسم صالح والمجموعة الرابعة نادي سيماصط علي حسن المدير الفني بكده يكون انتهينا من فقرة الأخبار نطلع لنشاهد تقرير مباراة ضميات وغزل السويس مع الزميل أحمد مجايد ونرجع ونرجع لحضراتكم مرة تانية على اليسار وفي منطقة الجزاء ولكن تفوت وتمر عرضية جول 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 الله على الفلو الله على الهدف الحلو هناك الغاني فالكو يسجل الهدف الأول للفريق الضمياطي ماذا لقائمة على الجانب الأيمن لعب قرطو إلى حماد حماد والعرضية في منطقة الجزاء فالكو جول 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 الله على المتع والإثارة فالقاو هنا يسجل الهدف الثاني على طريق القوف الشرقية يعلن هنا إمضاء اللاعب الغاني فالقاو مسجلون الهدف الثاني للفريق الضمياطي في هذه اللقطة كان ممكن يلعبها لقادمون من خلف منطقة الجزاء ليصوبون على شباك ولكن هناك أحمد سميح لعب الكرة في الطريق إلى منطقة هناك لقاسم الله 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 كون على طريقة الكبار هناك يصنع هامندو ويسجلها قاسم صبري هنا على يمين حارس المرمى الحارس عبدالله محمد تسويب صاروخية مرت هناك على يمين هذا الحارس من أحد منصات الصواريخ في تلك اللقطة الهدف الثالث للفريق الضمياطي عن طريق أقدام اللاعب بقاسم صبري وصناعة فالكو ومندو يعني والحمد لله طبعا مبارتين بالستة بونت بسبعة هداف وما فيش هداف دخلت مرمونة بدأ كويسة الحمد لله بدأ بتعبر عن نادو ضمياط وكان نادو ضمياط أتمنى إن شاء الله يعني المبارات الثالثة اللي احنا جايين مكلفين بها ثلاث مباريات وإن شاء الله يعني إذا ما تريد كل اللقاء بعملوا معك إن لابد أن دمياط يتحط في فضاء الطبيعي ووسط الكبار درجة ثلاثة اللي يترك بناد دمياط إن شاء الله الممتاز به وبعد كده الممتاز ألف واحدة واحدة إن شاء الله كده والأمور مشة كويس والأمور في استقرار طالما في استقرار بتلاقي في نتايج وبشكر اللاعب على مجهودة النهاردة وإن شاء الله الممتاز الأخيرة دي تبقى حسن الختام كده ونقدر نفرنش بمكسب إن شاء الله بقول الحمد لله والشكر لله بنحمد الله ونشكر فاطله لأن بصراحة دمياط ما تستهلش تبقى في الدرجة ديا وكابتن الدماني بصراحة جمت أخر قوي ونتعرف كابتن عبل طيف وشغل كابتن أحمد يعني الراجل المفروض الحمد لله مبارك لجمهور دمياط واللعاب الرجالة والحمد لله يعني ربنا كرامنا في المطشين اللي ورابع دولي وربي المطشين التالت بإذن الله بالمكسب ربنا كله المكسب لأن وضع دمياط لازم تبقى في الدرجة الأولى لازم فريق غز بيمر بأزمة مالية ورغم قلة الموارد الله يبص الأمور عندنا صعبة جدا يعني الأمور عندنا يعني مش مش عدم يرون طبعا انت شايف أنا بصعد من تحت 2005 وبصعد 2003 ومعي لعب 2006 والحمد لله انت شايف عاملين مطش كبير جدا أنا بلعب على قد مستوي وعلى قد إنك نياتي والحمد لله يعني أنا بشكر القبطة الأسلام طبعا لو بيدي لو مدي حتى مساحل للنشئين طبعا بعد النتاج اللي عندنا مش 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 مزوط بس رب نكرم إن شاء الله السنة الجان إن شاء الله أي عادل لعب منطقة الدفاعية لفريق غزل سويس كبتل لغاية تحب تولي النهاردة بعد شكونا في ملعب المغراء من فرد المبت والحمد لله طبعا على الأداء نحن نرعب من نشئين من أول ثلاث مرشات كده من ساعة الكورونا مرجعنا الحمد لله العبار الجالة كلها ما أثروش يعني مع ناصر الإمكانيات بس الحمد لله حب تولي في فترة هم يلعبوا زي ما هم بس بيموتوا نفسهم في الملعب بيعملوا اللي عليهم ما حدش بيأثر صراحة في حدا كابتن عصام صراحة مش مؤثر معنا الحمد لله لكل شي حبيب رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام في قرة البلد قرة البلد في كل بيت في البلد وفي هذه الفقرة يسعدنا أن نلتقي بالناقض الرياضي الكبير اللي دايما مشرفنا في قرة البلد كابتن حمد مرجان أهلا بيك كابتن حمد أهلا وسهلا يا كابتن محمد الحلق وميزة النهاردة إن شاء الله يعني نبدأ مع حضرتك كده بصعود سلاس فرق للدوري المصري لقرة القدم في المجموعة الأولى مجموعة الصعيد نادي البنك الأهلي صعد من الدرجة الثالثة العام الماضي إلى الدرجة الثانية السنادي وثم صعد إلى الدوري المصري لقرة القدم عن مجموعة الصعيد البنك الأهلي وأيضا مجموعة سيراميكا كلوباترا صعد هذا الموسم بعد يعني منافسة شرسة العام الماضي وأيضا نادي غزل المحلة بعد يعني أربع سنوات عجاف يعني يعيشهم نادي غزل المحلة في القسم الثاني رجع مرة تانية لمكانه الطبيعي الدوري المصري إيه رأيك في الثلاث فرق اللي صعدهم إلى الدوري المصري لقرة القدم بسم الله الرحمن الرحيم أولا ناكابتن احنا بنبارك للثلاث فرق اللي صعدهم الثلاث فرق دولة ده كابتن من أول الموسم عاملين موسم جيد جدا وهم انطقوا لعيبة كويسة للموسم ده بالنسبة لغزل المحلة غزل المحلة يعني ده مش جديد عليه غزل المحلة دايما كابتن في الصعود تصعد وطهبط انهم السنة دي عملوا فرقة كويسة جدا وماشيين خطة سابتة مع الفرقة ونبارك لهم وربنا يكررهمهم في الممتاز الممتاز ويعملوا فرقة كويسة انها سراميقة والبنك الاهلي انت عارف ان دول يا كابتن عنديت مؤسسات فهم عندهم الامكانات الضخمة انهم يقدروا يصعدهم وقدروا كمان يشتغلوا في الدور الممتاز بس احنا عايزين انهم يستمروا ويبقى في السمرية في الدور الممتاز تمام واحنا بنبارك لهم مرة تانية وربنا يوفقهم في الموسم الجديد في الدور الممتاز هنستعرض مع حضراتك كابتن حمدي بعض الفرق اصعدت الى القسم التاني يعني كانت هناك منافسات شرسة جدا في كل المجموعات يعني فيه من اسبوعين كده ظهر الفرق اللي هي اصعدت الى القسم التاني وهناك مباريات اغريات الاسبوع الماضي وفيه مباريات بتقام يوم بنتابعها نتائجها اول بول يعني بورت النهاردة بيفوز واحد صفر واللي بنفسه بورفؤاد مجلوبة واحد صفر تمام ومنافسة شرسة في هذه المجموعة اللي هي المجموعة السابعة هنستعرض مع حضرتك كده اربع مجموعات الصعيد المجموعة الاولى كيمة اسوان والمجموعة التانية قنة المجموعة التالتة اسمان تقسيوت ثم المجموعة الرابعة فرقة سماسط سماسط يعني ايه رأيك في الاربع فرق اللي صعدوا عن المجموعة عن الاربع مجموعة الصعيد والله يا كابتن هم صعدين بفرق بونط وثلاثة بونط عن كل فرق تمام وهم يستحقوا من الصعود لان هم برضو بازلوا مجهود من اول موسم برضو مع وقوف الكورونا والشغل اللي اتعامل ده وقوف الدورة سبع شهور احنا بنبركلهم كلهم وربنا يوفقهم في الموسم الجديد في الممتاز به تمام انما هي هو اللي اللي لعب واكتهد هو اللي صعب والتاني والتالت ده ربنا يكونوا الموسم الجديد واشتغلوا بقى واكتهدوا عن الموسم الجديد ان شاء الله وقال في المبروك اللي صعب طيب المجموعة الخامسة فيه كان منافسة شرسة بين الشرقية للدخان والمصرية اللي اتصلت لكن الشرقية للدخان كان قريب جدا من الصعود فيه مباراة بتقول من النهاردة هنتابع مع سادة المشاهدين النتائج بتاعتها اول باول المجموعة السادسة صعد فيها السكة الحديد وفرقة السكة الحديد كان بتلعب دور مصر كان بتلعب دور مصر لكرت القدم يعني من ومن اقدم الاندية اللي هي اسست لعبة كرة القدم في مصر السكة الحديد يا كابتن لها باعة طوول وتاريخ كبير في كرة القدم ما حدش يقدر ينسى السكة الحديد لان هي ابردق عندها امكانيات كويسة والموسم اللي قبل اللي فاته هي هبطت عشان كان فيه ثلاث فرق برضو نزول ممتاز فتحطوا معهم في المجموعة يعبوا معهم في نفس المجموعة فهي من الفرق اللي هي اصلا في المقدمة دايما اذا كانت في الثالثة او في الممتاز بيها تمام فهو احنا بنبريك لها برضو على الصعود ويوفقها ويكرمها في اللي جاي برضو ان شاء الله المجموعة السابعة منافسة شارسة بين بورتو وبور فؤاد حتى الرمك الاخير المباراة اللي بتقيم في نفس التوقيت اللي فيها بورتو متقدم بهدف وبور فؤاد مهزومة بهدف من كهرباء الاسماعيلية يعني شايف الصعود رايح نحية مين والله يا كابتن احنا شدر نكلم في الصعود لان الفرقتين كل فرقة فيهم عندها 53 بنت تمام احنا نستنى الاخر المباراة المباراة لو فضلت بورتو كسبة لحد الاخر المباراة نقولها مبروك نقولها مبروك تمام ويوفقها برضو فرقة مستهلة فرقة جمدة احنا مش عارفين بعد المباراة هنشوف ايه اللي هيحصل ونقول للي نبارك للي يصعد ان شاء الله تمام المجموعة السامنة قفر الشيخ صعد بالفعل بعد كان فيه قبل نهاية الموسم باسبوعين يصعد لمكانه الطبيعي الممتاز به هي قفر الشيخ يا كابتن صعدة من قبل ما جاحت كورونا توقف الدور تمام فهي قفر الشيخ يعني هي فرقة من الامكانيات برضو عالية وبتشتغل وعندهم قدارة كويسة جدا ومدير فن برضو من ابن البلد هو اللي نجح بصعود الفريق تمام فاحنا بنبرك لقفر الشيخ وده مش جديد عليها انها ترجع للمجموعة بتاعتها تاني اللي هي الممتاز به طيب المجموعة التاسعة مجموعة 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 الدقاهلية وكان فيه منافسة شرسة جدا في مجموعة الدقاهلية قدر فريق بني عبيد يصعد قبل انتهاء الموسم باسبوعين شايف برضك فريق بني عبيد تكلمنا كده عن فريق بني عبيد بص يا كابتن بني عبيد صعدت وسط القبار تمام فيه تمن فرق او تسعب فرق في المجموعة دي كانوا بلعبوا ممتاز به فعشان بني عبيد تصعد وسط المجموعة دي صعدت بمجهود وعرق وتعب بالمجموعة اللي كانت موجودة تمام على رأسهم الدكتور هرماس رضوان تمام فانت عندك يعني السمبلوين عندك ميجاس بورت عندك شربين عندك مجموعة فرق كبيرة لها تاريخ فاحنا بنبرك لبني عبيد على الصعود واحنا بني عبيد يعني لها كل الدعم من الدكتور هرماس والولاد البلد كل الرياضيين اللي موجودون في بني عبيد بيدعون بني عبيد لان هي تستحق لان بني عبيد فيها كابتن فيها قاعدة يعني بنية تحديية كبيرة جدا تمام وماش موجودة في أندية كبيرة عندها ملعب عندها فندق عندها أقامة كل حاجة متاحة في بني عبيد هو العامل يعني السنة اللي كان فيها الدكتور هرماس رضوان المشري في العام على الفريق الأول لقرة القدم كان هو يعني حتى اللعيبة اللي كانت جات عن طريق برضك كان بتوصل كان الدكتور كان يقول فيها قراره بيشرف كان فيه ليحة كان فيه ارتباط كامل يعني ارتباط كل وجزئي بالليحة كانت بتطبق كان عامل ليحة يعني كانت موجدية جدا بالنسبة لللاعبين وأيضا كان فيه إدارة فنية من ابن البلد اللي دايما بيصعد ببني عبيد كابتن عادل صديق والجهاز الفني والإدارة والطبي وأيضا كان فيه يعني بعض أعضاء مجلس الإدارة اللي كانوا دايما جنب الفريق بصفة مستمرة منهم الكابتن نشام ردوان وأيضا الأستاذ محمود صالح والكابتن ناشئة ويعني بقول لحضرات يعني كان فيه منظومة عمل متميزة جدا في نادي بن عبيد السند نحن قلنا كابتن قبل كده الدكتور هرماس ردوان بيعرف ينطق الناس اللي تشتغل في النادي تمام فوجوده الدكتور هرماس إن هو بيجيب كابتن محمد في مكانه ده فبيعرف يدير الحتة بتاعته هناك كل واحد يا كابتن بيشتغل شغله بس ما فيش قرارات فرادية ما فيش حاجة بيبقى المجموعة كلها بنتمت ألفة وتعامله مع بعض عشان كده الصعود كان حليف نادي بني عبين عشان فيه حاجة فيها الدكتور هرماس ردوان هو الرمز للنادي احنا بنبارك للمدير الفني كابتن عضل صديق والجهاز اللي معاه ومزيد من النجاح بقى وإحنا إن شاء الله للتالتة الثالتة غير الممتاز به فإحنا عايزين نشوف بقى بني عبيد في الممتاز به تمام بالإمكانيات اللي توفرت في التالتة دي تزيد بقى في الممتاز به شوية تمام احنا هنا من كرة البلد يعني دايما بيلوموا علينا على طول الجهاز الفني والإداري ما بذكرش اسمه لكن احنا النهاردة يعني الكابتن عضل صديق كان مدير فني كان معاه الكابتن عبد العزيز حسن في بداية الموسم وكابتن عماد شادي وكابتن بليك حمدي جيه كامل للرسالة وأيضا الكابتن حمد بيسو مدرب حراس المرمى وأيضا كان الدكتور أحمد فؤاد والدكتور السيدة بطالب علاق طبيعي وكان أيضا الكابتن أحمد الفيل الإداري وكانت منظومة عمل وحتى يعني لاثنين عمال خلع الملابس الكابتن إبرايم ريز وكابتن عوض حسن ما ننساش درهم السنة دي عملوا يعني موسم متميز جدا وكان منافسة شرسة جدا يا كابتن حمدي كان فرقة نبرو عاملة فرقة كويسة جدا بقيادة الكابتن عبد لطيف الدماني وكان مجلس الإدارة كان بيصخر كل المقاومات عشان يصعد السنة دي لنادي نبرو وأيضا نادي ميجا ميجا سبورت كابتن أحمد مجاهد تمام وأيضا نادي عمال المنصورة الحقق يعني نتائج طيبة جدا في الدور التاني بنشكر عليها المدير في فن الكابتن أحمد توفيق وأيضا كان فيه منافسة شرسة جدا لنادي شربين ويعني كان فيه مجموعة الدقاهلية دي كانوا بيطلقون عليها مجموعة الموت إيه فعلا يا كابتن مجموعة الموت ما قلت لحضرتك كفية بتاعة 8 فرق أو 9 فرق لعب وممتاز به يعني إن بني عبيد تصعد على الفرق دي تصعدت بجدارة بمجهود وتعب المجموعة اللي موجودة يعني آخر المتش الفرق بينها وبين اه نبروه خمسة بنت تمام اه ميجا بينها وبين اللي فوقها مثلا تلاتة بنت الي بعدها اتنون بنت ستة بنت يا كابتن من السادس من 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 الأول لغاية السادس لغاية التاسعة الفرق بن錯 سبعة تمانية بنت ما كيفش إلا بني عبيد فرق الغاية التاسعة دي عشر بنت واحد اشار بنت تمام فهي مجموعة صعبة يا كابتن لما كلها بنات ومجموعة تقيلة طب ندخل على المجموعة العشرة وعاوزين يا كابتن يبص برضو للمجموعة بتاع الدهالية ديات ينزوروا يعني في 16 فرق ولا 17 فرق مجموعة الدهالية المفروض يا كابتن دولت يتأسمون كل كل 7 فرق أو 8 فرق يروحوا في مجموعة ما ينفعش يجيب 17 فرق أو 15 فرق قوية جدا من المنصورة وتحط المجموعة زي دي مع بعض ده غير إن السنة ده كمان السسمار كابتن دخل على المجموعة لا السسمار السنة ده لسه هنتكلم في السسمار الرياضي في أندية القسم الثالث يعني هنذكر أمثلة وهنتكلم في جزء الثاني من الحلقة على السسمار الرياضي في الأندية المصرية لكن ندخل يا كابتن حمدي للمجموعة العشرة صعد فيها فريق سيرس الليان بعد كان منافسة شرسة جدا مع فريق الشرقية وقدر فريق سيرس الليان يصعد إلى القسم الثاني انت لو شفت يا كابتن محمد هتلاقي جميع الفرق اللي صعدت أصلا ده ده متمرسين في الموضوع ده لما بنزلوا التالتة هو سنة واحدة اللي بقعدها في التالتة لأنه برضو عندهم خبارات ان هم يصعدوا للممتاز به احنا عايزينهم هم بس يكملهم مجالس الإدارة تنتقل عبك ويسأل الأندية ديت علشان ما يرجعش ينزلوا تالتة تاني ويرجعوا يعانوا تاني لأن العملية كلما بنزل فرق يعني سيرس الليان نزل معها وليكن أي فرقة تانية قوية من كان بالنفس سنة اللي فاتت ما دول بيعملوا دقطة على التحت على الدرجة التالتة وإحنا عايزين الفرقة اللي تصعد ديت تكون في الممتاز به غير غير التالتة كمان طيب المجموعة الحديات عشر فريق سبورتنج اسكندرية كان فيه منافسة شرسة جدا بينه وبين مياه البحيرة وقدر سبورتنج يفوز ويصعد لدور القسم التالي أولا إحنا بنبارك لسبورتنج بتهيلي أنها أول مرة أول مرة تسعة أول مرة تسعة مزيد فإحنا بنقول لهم مبروك ألف مبروك ومزيد من النجاح وإحنا عايزينهم برضو يستمروا في الممتاز به لأن أول سنة لازم يدعم كويس علشان يبقى بينه الكبار إنهم مدعمش كويس بورتنج ولعب بالإمكانيات اللي هي خان في التالتة هيرجع تاني زي ما قلنا للتالتة تاني فإحنا بنبارك لهم ومزيد من نجاح للسبورتنج المجموعة الثانية عشر إحنا عارفين إن المجموعة الثانية عشر كان فيه ألف وبيه المجموعة ألف اللي هي المطروح وبه سينا كان فيه دور ترقي في المجموعتين وقدر فريق الجزيرة بمطروح يصعد عن هذه المجموعة بنبارك لفريق الجزيرة بنبارك لفريق الجزيرة بمطروح ويعني صعد لمكانه الطبيعي القسم التالي ما قل في مخابلات الجزيرة يا كابت Vijay زي ما احنا قلنا قلت لك انه هي الفرق اللي هي اصلا كانت في الممتاز به رجعت تاني لمكانها فاحنا نبارك للجزيرة مطروح وربنا يكون ووفقهم في الموسم الجديد ويعملوا فرقة كويسة تبقى سافر مطروح مع الرجاء في الممتاز به احنا هنا كابتن حمدي في كرة البلد في هذه الحلقة يعني كان دايما كان موجود معنا النهاردة كابتن حسن الوزير لكن الظروف والله يعني خرج عن ارادته كده حادث بسيط في اليوب بنتمنى ليه السلامة يعني اتصل بنا قبل بداية الحلقة بيجروا بعض الفحوصات الطبية كده بنقول له الف سلامة كابتن حسن الوزير يعني نجم ناد المنصورة ومرشح مجلس النواب عن دائرة منية النصر وميد سلسيل والجمالية بنقول له الف سلامة عليك وبنهدي له الكليب الموجود معنا النهاردة اللي أسرة البرنامج عدته ليه مخصوص النهاردة لكليب لكابتن حسن الوزير نرجع نقطه نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام كابتن حمد مرجان ناقضنا رياضي عاوز رسالة توجهة لكابتن حسن الوزير النهاردة بتقول له ايه؟ والله انا احزن الخبر حضرك يا كابتن محمد اللي انت قلت لها الوقت ان كابتن حسن عامل حادث فانا بتمنى من ربنا ان يكون الموضوع خير ويشفيك كده وتعد الموضوع على خير ان شاء الله وبتمنى له السلامة يعني من قلبي يعني كابتن حسن طيب احنا قبل بداية البرنامج مباشرة جالنا معلومات يعني هناك اجتماع في اتحاد المصري لقرة القدم لإقرار نظام الصعود والهبوط لكن ظهر بعض المعلومات ان الغاء الهبوط هذا الموسم وصعود اوائل المجموعات من القسم الثالث الى الممتاز به وإلغاء الهبوط في القسم الثاني والثالث رأي حضرك في الكلام ما هو ده يا كابتن احنا كنا بنطلب به من اول الموسم لما حصل الموضوع قورونا ده جاء حد كورونا وقفت الدور طلبنا ان احنا يا جماعة ما ينفعش الفراء ده طيهبط لانه حرام فيحنا الوقت الموضوع عدم الهبوط ده شيء جيد جدا بالنسبة للاندية بس ان شاء الله يحط لنا بقى ليحة واضحة من اول الموسم عشان لو احنا الموضوع ده لقدر الله بتاع قورونا ده يرجع تاني يا كابتن يبا احنا عاملين احتياطاتنا يبا احنا عايزين الليحة واضحة للاندية عشان ما يحصلش نفس المشكلة اللي حصلت السنة ده حطوا لي نظام الهبوط نظام الصعود من اول الموسم وكل الدرجات وما تتغيرش تمام حتى لو الدورة يا كابتن وقف ما يغيرش الليح يبا احنا عارفين طيب بالنسبة كابتن حمد هندخل بقى على الجزء التاني اللي احنا عاوزين نتكلم فيه النهاردة عن فاتح باب القيد للاندية لتسجيل القايمة الاولى من 10 اكتوبر والى الان لم يقدم اي نادي اي لعبين حتى الان للتسجيل مش يا كابتن علشان اصلا الليحة ما كانتش واضحة وهم ما اقروش ان فيه هبوط او صعود انا النهاردة هروح ازاي اعمل قايمة دي نجم غزل المحلة ومراسلنا ومدير مكتب كورت البلد في الغرضية كابتن عبدالنبي النادي منورنا ومشرفنا ربنا اخليك كابتن محمد عبدالنبي اهلا بيك اهلا بدفك الكريم كابتن حمدي اللي دايما بينور استيديو كورت البلد لك كل التحية والتقدير من متنية المحلة القبرى قلعة الصناعة والرياضة احنا بنبارك بنبارك لنادي غزل المحلة بصعوده للمكان الطبيعي للدور المصر لكورة القدم بعد اربع سنوات في القسم الثاني وبنشكر مجوداتك ومجودات الكابتن خالد حسان مراسلنا في الغربية طوال الموسم ويعني قلنا اخر الاخبار الموجودة عندك كابتن عبدالنبي الحمد لله كابتن محمد بالفعل ان كابتن خالد عيد المدير الفن الغزل المحلة تسبب في رسم السعادة وعودة الامل والابتسامة لوجوه كل المحلوية بعد الصعود لدوري الأضواء والشهرة ومش عاوز اقولك ان الاحتفالية كانت بعد عودة غزل المحلة من ملعب الأولمبي يمكن خرجت جماهير القرى المحلوية كلها وخرجت المدينة عن بقرة ابيها شيوخ وشباب وسيدات في يوم يعني ما شافتوش مدينة المحلة الكبرى من قبل بالاحتفالية وحتى الصباح الباكر بصعود غزل المحلة لان انت عارف كابتن محمد كابتن حمدي ان غزل المحلة تاريخ كبير بطل الدوري نهاية افريقيا ست مرات كاس مصر تالت عرب في دونس فعودة غزل المحلة الدوري الأضواء والشهرة ده انجاز في ظل فيروس كورونا اللي اصاب الملايين على مستوى العالم ولكن الكابتن خالد عيد تحدى الظروف ويعني انا برضو منساشي ان مجلس الادارة بقيادة المهندس اشرف عزة ثم المهندس احمد عمر والمهندس حسام عز الدكتور مجد الالفي الحج رضا العزب كبير مشجيع المحلة كل دي كانت منظومة في ظهر الكابتن خالد عيد وفرقته حتى صعد غزل المحلة لدوري الأضواء والشهرة يمكن انا بكلمك حاليا من داخل استاد غزل المحلة وجماهير القرى المحلوية بتحتفل مع الكابتن خالد عيد ومجلس الادارة بالصعود في جو اسري جميل اعتقد ان الكابتن خالد عيد عنده اجتماع النهاردة مع مجلس الادارة عشان يعني يحط بقى النقاط على الحروف وارسم خالد هل يا كابتن عبد النبي مجلس الادارة عقد اجتماع لتجديد الثقة في الكابتن خالد عيد بالتأكيد استاذ محمد ان المهندس حساب عزو الدكتور مجد الألفي كانوا معايا حالا هوت وهم المتمسكين بالكابتن خالد عيد تمسك الاقوياء بالفعل لانهم قالوا ان النادي ده بتاع الكابتن خالد عيد وان الكابتن خالد عيد معانا حتى اخر العمر يعني احنا هنعمل مع عقد اختقار ويمكن الكابتن خالد عيد يعني برضو رد الجميل الجماهير والقرى المحلوية خالد عيد باقي مع غزل المحلة بالفعل وهو في اجتماع عشان يشوفهم تقرير الكابتن خالد عيد عن الموسم المنتهي مين هيعود مين هيمشي السبقات الجديدة اللي هو هيحتاجها ولكن ان فيه اللوم او فيه شيء كده الكابتن خالد عيد من خلال برنامج كرة البلد على قناة الصحة والجمال الاستاذ محمد عبد النبي ان فاضل حوالي 38 يوم على بداية الدور العام وده يعني فطرة قصيرة جدا بالنسبة للفرق اللي هي صعدة للدور الممتاز يعني مش هيقدر حتى ياخد ان هو هيعمل فطرة استعداد على ما يجيب لعيبة جديدة على ما يشوف مين اللي هيقعد كابتن عبد النبي احنا يعني بوصل رسالتنا لمجلس إدارة نادي غزل المحلة وجهاز الفن بقيادة الكابتن خالد عيد وجمهوري لغزل المحلة بنبارك لكم بالصحة لدوري المصري لكرة القدم وبنشكر حضرتك وبنشكر زميلنا خالد عيد عن الفترة اللي انتوا قدتوها في من خلال يعني التقارير الرياضية والمداخلات الهاتفية خلال برنامج كرة البلد بنشكرك ومرة تانية عزيزي المشاهدين بنشكر يعني زميلنا مدير مكتب كرة البلد في الغربية كابتن عبد النبي النادي ونرجع مرة تانية لكابتن حمد مرجان كابتن حمد يعني لسه كنا بنتكلم في نفتح باب القيد في 10 اكتوبر الماضي وإلى الآن لم يتم تقديم يعني أي نادي للقائمة الأولى حتى الآن ما يا كابتن أنا النهاردة عملت القيد والدوري شغال دوري قسم التاني والممتاز والممتاز به إزاي حط قائمة النهاردة والدوري شغال يا كابتن فالأمدية طبعا مش فيه لعيبة هتبقى فيه وهو عايز يجيب لعيبة جديدة فلسه ما يعرفش من اللي مكمل أو من اللي هيجدد فهو ما فيش حد يقدم الوقت يا كابتن هما المفروض كمان هيمدوا القائمة الأولى دي كمان لو حتى أسبوع وقائمة التانية نفس النظام زي ما كابتن عبنا بالوقت بيقولك أنه قدامي 38 يوم وصاعد هلعب الدوري ممتاز ما ينفعش يا كابتن هيعمل فرقة الدوري ممتاز إمتى وهيشتغل إمتى ففيه تخبط الدور يا كابتن في اللوايح بتاع الابتحاد فلازم يكون فيه تنظيم في اللوايح وفيه تنظيم في موضوع قدة ما يبدأ الدورة 30-12 يمدي للناس شهرين 75-70 يوم النهاردة يشتغل على كده ويمدي القوائم لآخر 12 هو عايز يبدأ الدوري يبدأ يلعب ماتش يوم 30 ويكمل في أول واحد يبقى أنت الوقت لحقت 2020 ولعبت في 2021 إيه المشكلة عنده؟ ما هو كده كده السنة زي ما أنت شايف كده أنت عارف أن موارد الأندية بسيطة جدا وخاصة في ظل أزمة كورونا بعض الأندية اتجهت إلى الاستثمار الرياضي شفنا يعني في نادي بالقاس تقدم حيسم عرابي مدير تعقدات النادي الآلي السابق في الاستثمار في نادي بالقاس الرياضي وأكتر من شخصية يعني أخدوا حق الاستثمار في بعض الأندية شايف وجهة نظرك حضرتك كناقض رياضي هل هذا الاستثمار مفيد للأندية المصرية أم مضر؟ شفنا جابتنا عشان نبقى واضحين أنا قولنا قبل كده مرارا وتكرارا أن موضوع الاستثمار الرياضي بيفيد المستثمر فقط لغير ما بيفيدش النادي هو بييجي بيقوم داخل النادي يقولك إحنا هنعمل عقود في النادي حق الاستثمار بتاع النادي اللعاب القديم أنت لك مثلا 60% وأنا كمستثمر على اللعاب القديم ليه 40% فين الاستثمار يا كابتن في الدرجة الثالثة؟ ما فيش استثمار أولا في الدرجة الثالثة تمام هتستثمر في مين؟ لعاب الدرجة الثالثة نهرد لم تمشيه للأكبر نادي النادم ما بيجي يبص القيمة التسوقية بتاعتك انت كنادي بيبصوله يعني ما بزيتش عن خمسين الف تلاتين الف اربعين الف ده انزام الدرجة التالتة واليقون كان في الدرجة التالتة من اكبر الاندية اللي هي باني عباد لما بعت دون جباعاته كان بتبانين الف جنيه عشان اسم باني عباد كان اسم كبير ما بالك انت داخل عمده كل وقت في الدرجة التالتة في الدهلية تلات مستثمرين هما باستثمرهم على حجم الدرجة نفسها مش باستثمر هو عازجي يعمل موسم المستثمر بدخل عشان يستفاد فقط بس بس يا كابتن محضر ده اللي احنا بنتكلم فيه فالمستثمر بيجي بيعتمد اولا على الحداشر او الخمسشر لعب القدام بتوع النادي وبيجيب له خمسشر لعب بيعملها النسبة وتناسب يعني ما يخسرش يعني ممكن يصرف لك مثلا في السنة ستموت سبعمة الف هيصوى ولد اتنين تلاتة فهو بالنسبة للدرجة التالتة يا كابتن هو الاندية بتتجه للنستثمر للعناء وانه هم عندهمش فلوس فبضطروا غصبا عنهم انه هو يجيبهم مستثمر حتى لو المستثمر ده هيكسب هم هم مش عايزين حاجة هم عايزين يشير له بس الحمل والضغط المادي اللي على الاندية فهو ما فيش دعم من الاتحاد يا كابتن بيجيب لهم متى الف في السنة خمسين في خمسين تلاتين في تلاتين فهو غصبا عن الاندية لانه ما فيش نوارد الصدقات اللاعبة يعني ارتفعت حتى في الاقصام الادنى في الدرجة الرابعة والدرجة التالتة والممتاز به يعني حتى يعني عقود اللاعبين نعلت يعني بطريقة مبالغ فيها بعض الاندية اللي معاها فلوس رفعت العقود فبالتالي الاندية كلها عاد بتفضل ليتروح الاندية الكبيرة اللي بتصرف والاندية الصغيرة بيبقى حاجة طبعيا هي بتبقى نادي شعبي لكن يعني بيعمل ايه زي في ظل هذه المنافسة كبيرة في عالم يعني الوقت لو جينا نشوف يا كابتن حمدي او نشاهد مع حضرتك كده البنك الالي فرقة يعني فرقة بنك بنك الالي بنك عنده موارد صعدهم عنده موارد اسراميكا كله بطرق شركة غزل المحلة ما احترامه برضا جمهور كبير في الغربية كله لكن شركة غزل المحلة التالت فرقة اللي صعدهم اللي هم يعني شركات ما فيش الاندية فيه تناصر للاندية الشعبية تمام تمام بصنا يا كابتن محمد احنا زم حنا قلنا غزل المحلة يعني جمهور المحلة ما بتعتبرهش اللي هي شركة بيعتبر هو كيان البلد هو رفع بعد لانه هو طول عمر غزل المحلة في الممتاز هو المشكلة الاندية اللي طالعة جديدة صراميكا والبنك الاهلي دولة هم اللي عاملين يا كابتن ضغط على اللي تحت كمان على الدرجة اللي تحت فعشان كده المستثمرين دخلين على الاندية بتقول لهم تقول لهم ايه ما يعداش المليون جنيه تمام لو عدى المليون جنيه كابتن ما يخسر اه انت فهمني تمام انما انا ما جيش اجي مستثمر عشان اجي اشتغل في التالت لا انا اكتف المستثمر ده واجيبه واعمل عقد معاه ودخل ودخل رصيد من قمة من قمة اللي هو كمستثمر تأمين للنادي يعني اخذ من 2 مليون 3 مليون واعمل له عقد 5-6 سنين واعمل له شروط التزامية ان هو لو ساب الفرق يدفع شرط الجزائي كذا تمام فموضوع للسلس مار اذا ممشاش كده في الاندية كل الاندية ديت يا كابتن هتبقى تبقى مستوات مستوات في الدورة ده ضعيف جدا واخد بالك فالمستثمر اذا كانش داخل يقوى النادي على مدر 5-6 سنين زي التجربة بتاع كابتن احمد مجاهد لما عملها في بالقاس نجح فيها فهو بقى على عبل الدور ومتهز تمام واخد بالحطة لك فاحنا عايزين المستثمر اللي يدخل النادي يتكتف مش سنة ولا تنين مش حاجة اسمها سنة بسنة يكتفوه بعقد لمدة 4-5 سنين حسب العقد لكن ما يدله السنة عشان ما يهربش من النادي والنادي في الاخر بعد كده ينزل لدرجة الرابعة وما عادش بقى فهو حل الاستثمر ده ان انا اعمل عقد اقل حاجة 5-6 سنين مع المستثمر عشان ما نحوو النادي غير كده يبقى الموضوع الاستثمر في الاندية من الاستثمر فاشل فبندخل بعد كده يعني القرى المصرية وقرى الافريقية ولقاء الاهلي مع الاهلي مع الوداد المغربي ويدر الاهلي يفوز على الوداد اتنين صفر شايف ريوتك الفنية لخلال هذه المباراة ومباراة العودة اللي تقام يوم الجمعة القادمة ان شاء الله يا كابتن الاهلي بيمر بحالات جهيدة اول وقت الاهلي بصراحة عمل ماتش يعني يعني ماتش اه اوروبي تمام ومباحه دك وهو المدير الفني اللي جاي ده بعرف يتعامل مع اللعبة نفسيا يعني هو متغيرين في الفترة اللي فات دي تتربع ما شاء في فتدولك مع مسلماني غير فيرال تمام انه فيرال كان برضو كان مجنب واحد زي صالح جمعة مجنبه من الفريق والمدارب اما بيحبه يقرح كده يا كابتن بيعمل ازمة في الفرقة تمام غير الاصابات اللي عند الاهلي في الماتش اللي فات ده ما اثرتش عليه لان الراجل شغال بالناس اللي قدامه فانا بالنسبة الاهلي هو المرحلة الجاي والماتش الجاي الاهلي هيكسب تمام يعني هو كسب بيهك هو كسب اتنين صفر في الدر البيضاء اتنين صفر يعني اي نتيجة ايجابية في مباراة العودة بنبارك للاهلي بصعوده الانهائي البطرة الافريقية وكذلك الوضع برضك الزمالك مع الرجاء يدري الزمالك يفوز على الرجاء واحد صفر وخرج به من المباراة فائزا وليه مباراة يوم السبت القادم ان شاء الله في تمام الساعة التاسعة مساء امام الرجاء ايضا في القائرة هممكن يكون النهائي مصري خالص مستخدم احنا اولا بننصحهم بالنتاجة اللي هي بتاعة المغرب اللي هم المكسب ده الزمالك او الاهلي احنا عايزين المستوى ما يقلش في مصر لان احنا عايزين برضو نعمل النتيجة في مصر لان الكورة انت عارف ان الكورة يا كابتن بتقلب في لحظة تمام ممكن انا كسبان هناك تنصف اهلي اه اكسب تلاتة صفر تمام لما حصل في ماتش برشلونة لما كسبت لفربول تلاتة صفر وجوموا هنا غلوبة اربعة احنا عايزين الاهل والزمالك يكون عندهم حذر من حتة انهم ايه في مصر لازم يكتبوا تمام واكتبوا بفرق كمان يعني ما يحطوش النتيجة بتاعة المباراة الزهاب في دماغهم هي كورة يلعبوا مباراة للمباراة يعني احنا بنلعب هنا على ارضنا يعني ما فيش جمهور ولا حاجة لكن الاتحاد المصر او اللاجلة الخماسية بتفكر ان المباراة النهائية لو اقيمت في مصر هيسمحوا بدخول بعض الجماعية هي يا كبتل الكورة كده ما تتضمنش انا كسبان 2-0 لانا كنت قدر اجيب بالاهلي جنو 2-3 هناك واربعة كمان بس انا النهاردة ما اضمنش النتيجة دي هناك لازم العب في مصر على الفوز انت عارف اللعب المصر لما بيكون عنده اريحة في النتيجة بيتراخف الملعب فاحنا عايزين الاهل والزمالك المطش الجاه ده ياخدوه كأنه كلام يكن كأنه صفر صفر وربنا وفهمك سبب النهائي خالص مصري يعني ان شاء الله لم يتبقى في الدور المصري الا مباراة واحدة لكل فريق اللي حصل على بطولة الدور برصيد 86 نقطة حتى اللي انولاهم مباراة الزمالك 68 برمز 64 والمقاولين 53 نأتي الى المؤخرة حرس الحدود 30 نادي مصر 21 وطنطة 19 نقطة دولة الثلاث فرق يعني اللي هما في قاع الجدور ما هو ده يا كابتن اللي احنا بنقول عليه الفرق يا كابتن اللي صعبة بتيجي ما تكونش مجهزة نفسها وجابها لعيبة وعملة فرق ومش حطها رينج مادة للدور الممتاز فهو بالطبيعي اللي هيصعد للممتاز من الممتاز به للممتاز ما كانش مجهز نفسه يعني السراميقة وغزل المحلة والبنك الاهلي اذا ما كانش مجهزين نفسهم يا كابتن في الدور الممتاز هيرجعوا تاني للممتاز به فهوما لازم يعملوا فرقة كويسة ويقدرهم يشتغلوا مع فرق الدور الممتاز لان بصراحة الدور الممتاز عندنا بدأ يزيد ويعلم تمام بقى دور قوي اه فاذا ما كانش هقول له هينزل تاني يا كابتن فرق دي فبنصحة بتقدمها لمجالس ادارات الاندية الصعيدة الى القسم التاني يعني شفنا اتناشر فريق صعيدوا بالفعل الى القسم التاني يعني بتقول لهم ايه عشان ما يقدروش ينزلوا تاني او ما ينزلوش تاني الى دور القسم التالي لا بنقول لهم يا كابتن مدير فن قوي محترم مخلص يعرف اتعامل مع نادي بيشتغل قرى صح تمام لان انت عارف ان في ناس بتجي اسماء وفي ناس موجودة في التدريب ملهاش حظة في القرى وبيجو بالقلقات اه فرقة اللي صعدت اذا ما كانتش هتحافظ وتعمل فرقة كويسة وتجيب مدرب بيتقل الله في الفرقة هتنزل السنة الجاية تمام فاحنا عايزين ده لمجال صدرات تعملوا تمام احنا هنا من خلال كورة البلد بنقوم بالتهنئة البعض يعني الزباط اللي هم اتخرجوا اليوم بنتقدم يعني التهنئة للملازم محمد عادل ابن متفارس مركز بنعبية الدقالية بمناسبة تخرجه لنهاردة مهندس ملازم مهندس محمد عادل ونعرض صورته موجودة معنا على الشاشة هوت وايضا بنهنئ ملازم طيار احمد حاتم عبد الفتاح ايضا بنهنئ بمناسبة تخرجه اليوم وايضا بنهنئ ملازم طيار اهاب صلاح البغدادي بنهنئ كل اولادنا المتخرجين النهاردة من الحربية ومن العسكرية الفنية العسكرية وكليات الطيران ويعني كابتن حمدي رسالة اخيرة بتوجهة لمشاهدي كرة البلد يعني بتقولهم ايه النهاردة انا بصة كابتن انا عاوز اعمل رسالة بس للجماعة اللي هم بتقول لجنة الخماسية تمام اذا جماعة ما قدتوش قدري ان تعملوا ليحة للمسم ده هاتوا حد متخصص لويح يعمل للدوري يعمل ليحة للمسم ده تمام غير كده بقى سباح الحد يجي يعملها تمام للبرنامج زياد شاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد